السلام عليكم اليوم من مطبخ شهوات جزائرية سنحضره مع بعض بإذن الله بسبوسة بالكريمة بسبوسة منعشة وبالزافراقية أول خطوة سنحضر شربات اللي رح نسقي به البسبوسة اللي نحتاج فيه كأس من السكر العادي مع كأسين من الماء ورح نضيف عليهم شريحة ليمون وسعة الكأس اللي عبرت به المقادير 200 ملي لتر نحرك شوية الخالط ورح نحطه فوق نار تكون متوسطة ورح نخليه يغلي مدة 15 دقيقة بعد موجد شربات اللي رح نجبدو بجيه ونروحوا مع بعض نحضره كريمة الليمون في كأسرولا حطيت 80 ملي لتر من الماء ما يعادل 8 ملعق كبيرة ضفت عليه 80 ملي لتر من عصر الليمون ما يعادل 8 ملعق كبيرة ونضيف عليهم بشور أحبة ليمون مع ملعقة صغيرة زبدة ورح نحط الخالط تعي فوق نار تكون هادئة حتى يبدو الخالط في الغلايان وفي هداك الوقت رح نجيب وعاء رح نحط فيه زوج سفار بيت ورح نضيف عليهم 3 ملعق كبيرة سكر عادي ولي ما يحبش الكريمة تعود كون حامضة يقدر إضيف السكر نخلطهم شوية ونضيف عليهم ملعقتين كبار من نشاء الدراء أو ميزينة ونخلط الكل مع بعض جيدا حتى نتخلصه من كامل حبيبات ونبدو نضيف الخالط تعي بعد ملعق رح نضيفه على البيض غرب شوية ونخلط فيه نفس الوقت هكده بش ما يطيبناش البيض بتاعنا نضيف خالط الماء والليمون والقطعة على الزبدة غرب شوية حتى نكمله كامل يعني ندخله سخانة للبيض غرب العقل بعد ما خلطهم جيدا رح نرجع الخالط تعي الكاسرولة ونضيفه النار تكون متوسطة مع تحريك المتواصل دائما حتى يعقد الخالط ويكون قوامه بهذا الشكل وننحيه من فوق النار إذا هوريكم شكله نهائي ونفرغ الكريمة اللي تحصلنا عليها في الصحن ونجيب ورق غذائي ونغطي كامل الكريمة تاعي وهنا البنات لازم الورق الغذائي تعكم إلامس وجه الكريمة ونخليها بجيه حتى تبرد تماما ونمرو هنا نوجد القوالب اللي رح نطيب فيهم البسبوسة تاعي ندهنهم كامل بقطعة زبدة ونحن نجيب جوز الهند ونرش كامل القوالب تاعي أيضا بجوز الهند وهنا البنات اللي ما تحبش جوز الهند تعمل فارينة عادي نجيب جوز الهند لتغبرهم امليح حاكدا بش مبعد ما تلسقناش البسبوسة ونروح نوجد البسبوسة تاعي وكي ما لاحظتم البنات انا دائما نفضل انى نبدأ بالمواد الجافة هنا عندي كأس من سميد يكون متغسط وملعقة كبيرة فارينا وكيس خميرة حلوة ووزن 10 قرام ومع قرصة ملح نخلط هاد المكونات الجافة ونجبدهم بجيه وفي بعاء آخر راح نحط زوج حبات بيت مع ملعقتين كبار سكر عادي ونضيف عليهم بشور حبة ليمون نحلكهم جيدا حتى نحسوا انه سكر تعنا داب ونضيف نصف كأس من الزيت النباتي راح نضيفه بالتدريج بهذه الطريقة ونضيف أيضا ربع كأس حليب يكون دافي ونخلط الكل جيدا ونضيف المكونات الجافة ونخلط شوية حتى يجنس الكل مع بعض ونروح نفرغ الخالط داعي في القوالب هنا البنات ما تعمروش بزاف القوالب يعني يخلو لهم مكان باش يزيدوا اي خمره نستفهم في سنوة وندخلهم للفور اللي كنت سخنتوا من قبل على درجة حرارة 180 ونخليهم راح يدوا معاكم من 15 حتى 20 دقيقة بعد ما طبط البسبوسة وندات اللون البني راح نبدأ نسقيها بالشربات اللي كنا حضرناه هنا البنات البسبوسة تكون سخونة وشربات لازم يكون بارد نسقي كل حبة بملعقة كبيرة من الشربات ما تكتروا لهاش بزاف شربات هاد النوعيتات البسبوسة ما تحبش انها تكون معسلة بزاف ونجبط البسبوسة تاعي بجيه ورح نجيبو ويعا رح نحط فيه 200 مليل لتر كريمة سائلة مع 3 ملاعق سكر ناعم ونبدأ نضرب الكريمة تاعي بالضربة الكغربائي وهنا الكريمة كما قلت لكم دائما لازم تكون باردة ومن الاحسن انكم ايضا تحطوا الوعاء تاعكم في المجمد مدة دقيقة بعد ما تكافت الكريمة تاعي رح نجيب كريمة الليمون اللي كنا حضرناها ولازم تكون باردة رح نخلطها بملعقة او من الاحسن انكم تخلطوها بضرب الكهربائي هكذا باش نتخلصو من كامل الحبيبات ونخلطوها مع الكريمة السائلة ونزيد نضرب حتى نتخلص من كامل الحبيبات ونكونو تحصلنا على هاد لاموس يعني بزاف بنينا ورح نجيل البسبوسة تاعي وندموليها امامكم بهاد طريقة ونعمر الفراغات بلاموس او بكريمة الليمون يعني بسبوسة بزاف منعيشة وكما راكم تشوفو بخيزون طابل ورح تحطوها لضيافكم اكيد رح تحمر لكم وجوهكم وفي الاخير رح نرشها بقليل من مبشور الليمون وتكون بسبوسة تاعي واجدة ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة تاع اليوم ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة